اشتركوا في القناة ولكن من قبله باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس اتليتيكو مادريد يوجه راداره من جديد صوبة صوفيان ام رابطة ذكرت صفحة فيرونتين بالعربي التابعة لنادي الفيولا ان النادي اتليتيكو مادريد عاد للاستفسار عن وضعية اللاعب الدولي المغربي صوفيان ام رابطة واكدت الصفحة التابعة لنادي فيرونتين الايطالي على موقعها بمنصة اكس تويتر سابقا انه بمجرد اتمام صفقة اللاعب الارجونتيني ديبول الى صفوف نادي الاهل السعودي سيتوجه رادار الروخ بلانكوس صوب لاعب خط وسط الدفاع لنادي فيرونتين الايطالي صوفيان ام رابطة من اجل انهاء الصفقة خلال الايام القليلة القادمة وذلك قبل انتهاء الميركات الصيفية الحالية يذكر ان ام رابط يفضل الانتقال الى فريق اتليتيكو مادريد الاسبانية واللاعب تحت قيادة المدرب الارجونتيني دياغو سيميونيا على الاندمام الى فريق ليفيربول او مونشستر اونايتد لرغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة في بطولة الليغة الاسبانية خبر عاجل تشيلسي تعلنها وتطلب ضم نجم المنتخب المغربي يهتم نادي ويستهام يونايتد الانجليزي بالتعاقد مع الدولة المغربي يوصف انسيري مهاجم نادي اشبيليا الاسبانية وفقا لما ذكرت شبكة سكايسبورت حيث ان ويستهام يريد التعاقد مع الدولة المغربي في الميركات الحالية وينتهي عقد انسيري مع اشبيليا في يونيو الفين وخمسة وعشرين لكن ناويستهام يحاول التعاقد معه في الايام الاخيرة من السوق الصيفي الحالية لكن المفاجأة ان فريق تشيلسي الانجليزي دخل بقواتنا في المفاوضات ويرهب في ضم الدولة المغربي يوصف انسيري من اشبيليا لتدعيم التركيب البشرية التي يتوفر عليها الفريق الازرق بعد الضعف الكبير الذي ظهر به مع بداية الدور الانجليزي الممتاز حيث ان النادي في دورتين سجل هدفين ولم يحاقق الانتصار بعد وهو ما يجعل تشيلس يدخل في صراع مع وسطهم من اجل التعاقد مع النجم المغربي وليد رجراجي مودريبو المنتخب المغربي يسمح بلعب ثلاثي المنتخب الاول مع الاولمبي في باريس اتفق كل من وليد رجراجي مودريبو المنتخب المغربي وعصم الشرعي المدير الفني للمنتخب الاولمبي اتفق بشكل مشارك على القوائم الوطنية في شتنبر المقبل وتأتي هذه الخطوة تمهيدا للمباراتين المهمتين حيث يواجه المنتخب المغربي الاول نظره الليبيري يوم التاسع من شتنبر بملعب اغادير ضمن تصفية كأس الامم الافريقية الجارية ومن تم مواجهة بوركين الفاسو وديان بعد ثلاثي ايام على ملعب لانس بفرنسا ومن ناحية اخرى سيلتقي المنتخب الاولمبي المغربي بالمنتخب البرازيلي في مبارتين وديتين خلال هذه الفترة على ملعب فاس الكبير وفي هذا السياق تم عقد اجتماع بين الرجراجي والشرعي للتوصل الى اتفاق حول اللاعبين الذين سيشاركون في المنتخبين خصوصا بعد تواجد الست لاعبين من المنتخب الاولمبي مع المنتخب الاول في نهاية كأس امم افريقيا للشباب دون الثلاثة والعشرين سنة حيث تمكن المغرب من التتوجب البطولة والتأهل الى اولمبياد باريس ومن المتوقع ان يسمح الرجراجي بمشاركة العديد من لاعبه مع المنتخب الاولمبي في مبارته البرازيل باستثناء بالخنص واسماعيل سيباري وعبدالصمد الزلزولي الذي نسيتم استدعائهم للاندمام لقائمة المنتخب الاول الفيفا يهني اصفين امر بطبعيد ميلادها ان الحساب الرسمي لفيفا كأس العالم الدولي المغربي السوفيان امر بطبع بمناسبة عيد ميلادها السابع والعشرين عبر شرط فيديو جمع لقطات من مشاركته في نسختي 2018 و2022 من المونديال وارفق فيفا منشوره بعبارة عيد ميلاد سعيد لواحد من الافضل في مركزه حاليا على مستوى العالم وليد رقراغي يستعد للمنادات على عبدالرزاق حمد الله وصل المدير الفني للمنتخب الوطني وليد رقراغي التأكيد على اعتزازه بمهارة اللاعب عبدالرزاق حمد الله المهاجم الذي ينتمي الى الصفو في نادي اتحاد جد السعودية وقال رقراغي انه سيعمل جهدا على دعوة حمد الله للانضمام لمنتخب اصود الاطلس الذي من المرتقب ان يواجه ليبيري وبورك نفاسو في التاسع والتاني عشر من شتنبر المقبل واشر المصدر مقرب من وليد رقراغي الى ان المدرب لا يزال واثقا من قدرة حمد الله وسيسعى جهدا لتقديم الدعوة له خصوصا بالنظر الى ادائه المميز مع فارقه ومساهمته القوية الى جانب لاعب بحجم كارين بنزيمة وبالتالي تعتبر الفرصة مفتوحة لاستمرار حمد الله في تمثيل المنتخب الوطني في الوقت الحالي حساب البرامر ليغ يحتفي بنيف اكرد احتفى الحساب الرسمي للاتحاد الانجليزي لكرة القدم في الفيسبوك بالناجم المغربي نيف اكرد على هدفه المسجل في مبارة ويستهام يونيتد وتشيلسي بالبرامر ليغ وشارك حساب البرامر ليغ صورة نيف اكرد عند احتفاله بالهدف المسجل واضعا اياها كخلفية متيرة اعجاب المتابعين المغرب على وجه الخصوص وقدم اكرد مرضوضا قويا في مبارة ويستهام وتشيلسي مسجلا هدف تقدم فريقه قبل ان يتعارض للطرد بتلقيه البطاقة الحمراء في مبارة انتصر فيها المطارق على البلوز ويعد المدافع المغربي نيف اكرد احد ابرز النجوم المغرب المحترفين باوروبا ما يجعله عنصرا تابتا في المنتخب الوطني المغربي حكيم زياش يغيب عن مبارة قلاطة صرايا التركي في دورة ابطال اوروبا كشف اوكان بوروك مدرب نادي قلاطة صرايا التركي لكرة القدم على لائحة فريقه التي ستواجه مولدون نيرويجي لحساب ذهاب مبارية تحديد المتأهل لدور المجموعات من دورة ابطال اوروبا ولم تعرف القائمة تواجد الوافدين الجدد وعلى رأسهم النجم المغربي حكيم زياش والبرازيلي الجنح تيت بحكم التحاقهم المتأخر بالفريق واشر التقارير اعلامي تركيا الى ان حكيم زياش يمكن ان يسجل ظهوره الاول بقميس فريقه الجديد السبت القادم في مبارته امام اسطنبول سبور في الدورة المحلية وكشف مدرب غلطة سراي في تصريحات سابقة نقلها موقع انتيف سبور ان الجميع سعيد بالتعاقد مع حكيم زياش وما يؤكد ذلك طريقة تقديمه للجماهير والتفاعل الكبير معهم نهاية مباراة ترابزون سبور في الدورة وقال المدرب التركي انها صفقة جيدة ونحن سعداء بانضمام نجم كبير الى غلطة سراي سيكون اللاعب داعما قوية لنا في خط وصد الميدان وسنستفيد من خبرته في دورة ابطال اوروبا وضف بعد نهاية المباراة رحبت بزياش وقلت له انه محدود بعد الترحيب الجماهير بهذه الطريقة اعتقد انها بداية جيدة وسن انتظر مشاركاته القادمة مع غلطة سراي وكان فريق غلطة سراي قد اعلن رسميا عن تعقده مع النجم المغربي حكم زياش بنظام الاعارة من تشيلسي لمدة موسم واحد مع حقية الشراء